بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك هثيم ويل لكل أفاك هثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يشر مستكبرا كأن لم يسمعها يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يشر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجل أليم والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجل أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون ولتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتقذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يغنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إنهم إلا غنى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إنهم إلا غنى وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتمون فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتمون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله